الساعة دلوقتي التسعة معدنا مع موجز لأهم الأنباء معلمية فضليلا شكرا لكي منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر وذلك بجامعة قناة السويس بمحافظات الإسماعيلية واكتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات حيث أكد على ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة كما نقش الرئيس السيسي مع المجلس جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمية مواجها بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للمساهمة من خلال صندوق تحيا مصر في بناء الجامعات التكنولوجية التي يبلغ عددها 17 جامعة وذلك بحوالي 500 مليون جنيه نصف قيمة التكلفة وخلال حضوره جلست حكاية وطن ضمن الاحتفال بيوم تفوق الجامعات أكد الرئيس السيسي الاستعداد للمساهمة في مبادرة المبتكرين والمبدعين بمبلغ 50 مليون جنيه من خلال صندوق تحيا مصر أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوة هذا وارتفع عدد ضحايا الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بقضاء الحمدنية بمحافظة نينوة إلى أكثر من 450 شخصا ما بين حالات وفاة وإصابات وأوضحت مصادر عراقية أن عدد قتل الحادث تخطى 120 شخصا مشيرا إلى أنها تمت السيطرة على الوضع هذا ووجه رئيس الوزراء العراقية محمد شيعة السودانية الجهة المعنية باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في التصدي للعملات العسكرية الروسية وقال كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترس تنفاذا لهذا الدعم لأوكرانيا أو تأثره بشكل ملموس بأي شيء مشددا على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة أكبر مساهم في نجاح أوكرانيا في الصراع مع روسيا دعا نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جون كشوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعا الدول المعنية إلى تعاون مع روسيا للتحقيق في ملابسات تفجير خطوط أنبيب نوردستريم وقال جون كشوانغ إن روسيا هي أحد الأطراف الرئيسية مضيفا أنه يجب على الدول المعنية التواصل والتعاون بشكل فعال مع موسكو بدلا من الرفض يأتي هذا فيما قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه تم تكليف ألمانيا والدنمارك والسويد بحماية الولايات المتحدة على حد وصفه فيما يتعلق بالوضع حول تفجير خطوط أنابيب نوردستريم أعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له مسؤولين عن التزوير في القضية المتعلقة بالدعوة المدنية التي تتهم ترامب بتطخيم قيمة ثروته وممتلكاته وصدر هذا القرار عن القاضي أرثر إنغورن في محكمة ولاية نيويورك بمنهاتن يأتي ذلك فيما رفعت المدعية العامة في ولاية نيويورك دعوة ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022 متهمة إياه بتقديم معلومات كاذبة عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة بغراض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين رياضيا يحل طلاء الجيش اليوم ضيفا على أمبيا على ستاة بيتروسبورت في الجولة الثانية من الدور الممتاز وفي ممبارات أخرى بالجولة الذاتيها يستضيف الجونة فريق زد على ستاة خالد بشارة مشاهدينا انتهى موجزة التساعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل